السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبيبنا اليوم قصتنا حتى باختصار ما رح أجيبها من أولا حتى الأخير لأن الزدة والحكمة في نهايتها القصة هذه قصة ابن الأسد ابن الأسد هذا رجل كان مبسوط وتاجر وحال لله الحمد والخير معاه وكل شيء الهم حتى تعرفون الوفاء يعني المعروف إذا زرعته في إنسان وطلع إنسان يستاهل وفي هذا فنان وإذا زرعته معروف في واحد غير وفي يطلع كما قال الشاعر يا صينع المعروف في غير أهله كعاصل الوردة في ذنب الكلب هذه القصة نستخلص منها شوفوا ما وصار هذا ابن الأسد مسكين جه واحد رجل يعني من الناس جه رجل وكان في جير وحاله تعبان وأبغى عندك عمل قال له حياك الله وشغله وقال له جيب أهلك وجيب أهله وأكرم في حاله وهبله بيت وأنبسطه عائلته وحتى غتنى يعني وأصبح تاجر قال له من الحال يعني يالله أنت إن عجبك تجير تستمر تستمر لأن قدك تاجئ وإنت بغى تروح ديرتك الله يسهل عليك والله قال له خلص أنا أبغى أروح ديرتي راح لديرته وشل عياله وكل حاجة بعد هذا الكرم والوفاء وكل حاجة فهذا ابن العسد مسكين حالة عليها الحول وحالة عليها الظروف وتعب وتبهذل وأصبح يعني فقير رجع فقير من هذا كله راح لأن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهبني من يشاء وينزع الملكة ممن يشاء فأصبح الآن فقير فرح فين يبحث عن عمل دل واحد لقي واحد قال له أنا أدلك على واحد يعني تاجر وغني ومبسوط والله يدول لك العمل وإن شاء الله تحصل لك عنده قال له دلني خلاص عندما رأى نفسه انتهى ما حد حصله لأي حاجة قال له ما دلوا على هذا الرجل يلا شلوا أجل خادم حقه قال له وقل لك معنا واحد مسكين كعبان وفقير وحالة كذيب غى عمل عندك قال له جيبه جابه المهمة قال له ما هو عمل قالوا شوف حوشل وانتم بالكرامة تشوف حوشل حمر هذا تشتغل فيه تسقي وتعلف وتربط وتفعل وتقوم فيها قال له طيب والسكن قال له والسكن فيها تسكن يعني هبرك في محلها كذا في جم وتسكن فيه وتخلص هذا عمل لك يعني آخر عمل قاد مع ابا قل للحمير والله لا يشتغل شغل الحمر حتى الله سبحانه وتعالى يالله الله مثل ما أنا قد كنت غني وأفقرني الله الله سبحانه وتعالى له حكمته والله جلس لك في محمر المهمة تعب مسكين وهي شيء يجاهد 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 وهذا اليوم من الأيام رقد رقد وما قام لعمله وهذا وانتم بالكرمة زباطهم حمول زباطهم حمول وقام ترى ابن الأسد اللي يقول لا إله إلا الله إن أقبلت باظ الحمام على الوتد وإن أدبرت رفص الحمار ابن الأسد ويكرر هذه المقولة يكرر هذه الحكمة سمعوا واحد بيجنب راح بيل التاجر هذا قال له أقول لك يا أخي والله هذا الرجل اللي عندك في حشب حمر هذا إنه غني وإنه كان حاله مبسوط وأنه بس الزمن غلب عليه ويجر عليه قال له ما هو اللي شفت فيه قال سمعت يردد هذه الحكمة يقول إذا باظ إن أقبلت باظ الحمام على الوتد وإن أدبرت رفص الحمار ابن الأسد قال له سيح جيبه 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 حتى شوفه جابوا كل حاجة وتعرف عليه وفهم كل الكلمة هذه والحكمة فرحبوه وقام من مجلسه وقال للخادم تروح تجيب له ملابس وتصلح حاله وتخليه هنا في المكان وأنت الآن يا هذا الرجل الآن عرفتك أنت ابن الأسد اللي في يوم من الأيام شليتني وأكرمتني وأكرمت أهلي وأكرمت أولادي وحتى جعلتني تاجر وأنا عارف الآن جار عليك الزمن فالآن هذا قصر لك ومحل لك وبيت لك وهذا جزاء المعروف وهل جزاء الإحسان اللي الإحسان ولا يمكن أنسى أنا وأسرتي وأهلي ذلك المعروف اللي فعلت فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته